موسيقى موسيقى وسم برنامج نتجول في وياكم في ثناية تراث الكويتي الجميل نتعرف فيه على الأمثال الشعبية وبعض القصائد والسوالف المتناقلة في التراث الشعبي الكويتي من البادية والبحر وكل ما هو كويتي جميل موسيقى أهلا وسهلا بكم الأخوة المشاهدين وما زلنا مستمتعين وياكم في هذا البرنامج وحديثنا الشيق مع أخوي أبو عبدالله اللي منتقي لنا اليوم شخصية كويتية ولكن تفاصيلها وإحداثها وما تخفي من معلومات هذه الشخصية نجدها إن شاء الله عند أخونا أبو عبدالله أحفظك أخوي ومطلق يا أهلا ويا مرحبا فيك أرحب فيك ورحب بالأخوة والأخوات المشاهدين ومشاهدات أنا اليوم بتكلم عن شاعر سبق أن نحن تناولنا بعض أبياته وبعض أشعاره أو قصاده وذكرت بأن هذا الشاعر حري بأن يتم الحديث عنه وتسليط الضع عليه الشاعر خالد محمد الفرج شاعر كبير الشاعر هذا من آل اطراد من المناديل من قبيلة الدواسر الكرام رحمة الله عليه الشاعر مولود في عام 1898 للميلاد وتوفي في عام 1954 رحمة الله عليه شاعر كبير هو أحد أمراء الشعر الكويتي في وقته أحد أمراء لأنه عندنا أكثر من أمير للشعر العربي الفصيح في وقته كان منهم خالد الفرج والذي نفسه في ذات المكانة فهد العسكر شعراء تقدميين على درجة كبيرة من الوعي والقراءة والاطلاع والفهم والإدراك لأحداث المنطقة العربية والإسلامية بشكل عام طبعا أهله كانوا في قطر ثم نزحوا إلى الكويت فولد الشاعر خالد الفرج في الكويت رحمة الله عليه وتعلم في الكويت في كتاتيبها ومدارسها اللي كانت متاحة وبعدين سافر إلى الهند لما سافر إلى الهند اشتغل كاتب عند أحد التجار العرب الكتابة هذه والحساب خلتها يوثق علاقاتها مع هذا المحيط وكانت الهند في ذاك الوقت يعني بلد متقدم بالنسبة طبعا لمنطقة الخليج العربي بلد في تجارة بلد في المثقافة في مدنية إلى آخره فأهو استفاد من هذه البيئة الجديدة ثم عاد بعد ذلك طبعا لما توسعت مداركة استطاع أن ينشئ هناك مطبعة كانت المطبوعات العربية اللي باللغة العربية الفصحة تنطبع في الهند وتنطبع في لبنان أيضا لكن الهند كانت أكثر لكون علاقة الكويت في الهند تجاريا قوية فبالتالي أنشئ هناك مطبعة ثم عاد بعد ذلك إلى الكويت وبعدين انتقل حاول يدخل إلى البحرين لأن أيضا البحرين للعلم في ذاك الوقت كانت إحدى حواظر منطقة الخليج العربي كانت بلد متقدم للبحرين وفيها فعاليات ثقافية واسعة فبالتالي أحب أن ينتقل إلى البحرين يهاجر لكن المستعمر الغربي هناك منع من دخوله لأنه إنسان غير عادي خالد الفرج فضل فترة ثم استطاع بعد ذلك أن يدخل إلى البحرين لما دخل إلى البحرين درس في مدرسة اسمها مدرسة لهداية والتفتت عناية السلطة في البحرين إلى ملكات هذا المبدع والمفكر والإداري زين قدراته في الكتابة وقدرات غير عادية زين يعني مو بس يفك الخط ويكتب لا هو أوسع من ذلك وهو شاعر مبدع فبالتالي جعلته هو أحد أعضاء المجلس البلدي في البحرين بعد ذلك رد إلى الكويت وقعد فترة طويلة في الكويت ثم بعد ذلك في عام 1927 عاد إلى الكويت قعد فيها سنوات ثم علمت المملكة العربية السعودية أو بالتحديد عبد العزيز الأمير عبد العزيز آل سعود رحمة الله عليه عرف الإمكانيات التي يتمتع بها هذا المبدع وهو خالد الفرج و سيرة حياته أنشأ مطبعه في الهند و كذلك كان أحد أعضاء المجلس البلدي في البحرين فأراد أنه يستفيد من مواهبة و إمكانياته فعين مدير لبلدية الإحساء ثم القطيف ثم الدمام و أنشأ في هذه المنطقة المطبعة السعودية فهو في الحقيقة إنسان صاحب ملكات كبيرة جدا أحد المواهب الكويتية الغير عادية الغريب أن هذا البريق الإبداعي لا نعرف عنه إلا كتابين فقط لهذا الرجل مع أن مؤلفاته أوسع من ذلك كتب الخبر و العيان مجلد عود تكلم فيه في تاريخ آل سعود الكرام حلو؟ و بغزوات و فتوحات الملك عبد العزيز آل سعود حلو؟ و أيضا و الكتاب هذا في الحقيقة إبداعي لأن الكتاب كبير ضخم كل صفحة فيها أبيات شعر يقابلها كلام منثور يشرح فيه هذه الأبيات أيضا طريقة الكتاب فيها إبداع كتب مذكرات لكن للأسف هذه ما أدري هل هي مخطوطة و إلا مفقودة و أيضا له كتاب اسم أحسن القصص تكلم عن تاريخ الجزيرة العربية و له ديوان خالد الفرج و الحمد لله موجود و الذي عكف على إخراجه و تحقيقه و طباعته خالد سعود الزيد الذي كان تذكر سميناه سادن التراث الكويتي رحمة الله عليه فالحديث حول هذا الموضوع أخوي بمطلق يعني يطول حقيقة لكن ما زلنا متشوقين الأكثر و ما زلنا متعطشين أكثر أبو عبد الله هذه الشخصية الجميلة ولكن نستكمل ما تبقى حول هذه الشخصية الممتعة بعد هذا الواصل تتشعب المواضيع بشكالها و مضامينها و ما زلنا معاكم متواصلين لنتعرف أكثر وأكثر لاستكمال ما تبقى منها ما زلنا معكم الأخوة المشاهدين و حديثنا الشيق الممتع مع أخوي بو عبد الله عن الشخصية الكويتية الجميلة الأديب والشاعر خالد الفرج فالرحب أبو عبد الله مجددا و نقول له أكرمنا ومتعنا الله ينبع عليك أحسنت أخوي أبو مطلق أنا أشكرك على هذه المقدمة و أذكر بأن هذا هو أحد شعراء الكويت الكبار واللي التفتت عناية المملكة العربية السعودية و قبلها البحرين إلى مواهب هذا المبدع اللي له إمكانيات غير عادية بالنسبة لوقته و زمنه الذي كانت تشيع فيه الأمية و يشيع فيه الجهل و كانت منطقتنا متأخرة إلا أن هذا الإنسان استطاع بملكاته أنه يدعم بمواهبه التطور الذي كانت تتطلبه المنطقة في الكويت في البحرين و في المملكة العربية السعودية الشاعر خالد الفرج له ديوان حري بأن وزارة الإعلام حقيقة و أيضا وزارة التربية أن ترشح بعض القصائد لأنها سارية المفعول إلى اليوم و لها مغزى و معنى و قصة و موقف من هذه القصائد أخوي بمطلق اللي يتحلى بها جيد هذا الديوان الجميل لخالد الفرج إسلام الضابط المستشرق سانت جون فلبي هذا نار على علم أدى أدوار استعمارية استشراقية في المنطقة غير عادية آخر المتم أسلم هذا الإنجليزي أسلم وتسمى بعبد الله أصبح اسمه عبد الله فلبي إلى اليوم كتبة تطبع و يعني معروفة اللي يتكلم عن تاريخ الجزيرة العربية اللي يتكلم عن بعض المواقع الجغرافية اللي يتكلم عن يومياته و أحداثه في خلال مسيرته عاش مع البدو وتكلم عن بعض قبائل العرب عاش بينها في وسطها و تعلم على سلومها شيء عجيب حقيقة في آخر حياته أسلم وتسمى بعبد الله الشاعر خالد الفرج تحدث عن إسلامه بقصيدة من أعذب القصائد شي يقول الكلام هذا كان في عام 1350 للهجرة فيقول الحمد لله ربي قد أسلم اليوم في البي اسمع عبد الله في البي الحمد لله ربي قد أسلم اليوم في البي وَذَاكَ نَصْرٌ عَظِيمٌ لِلَّهُ مِنْ غَيْرِ حَرْبِي من غير حرب يعني الرجل دخل في الإسلام حلوة فيقول وَذَاكَ نَصْرٌ عَظِيمٌ لِلَّهُ مِنْ غَيْرِ حَرْبِي وَمَنْ كَفَلْبِيَ غُنْمٌ يعني مو إسلام أي واحد هذا إسلام عبد الله فيلبي أو جون سانت فيلبي و أي واحد هذا الإنسان الذي اسمه نار على العلم الذي بالدبلوماسية الإنجليزية معروف الذي في الحركة العسكرية ضابط الذي على مستوى الثقافة والبحث الجغرافي والتاريخي كان مستشرق فبالتالي إسلامه مو مثل إسلام أي واحد حلوة فيقول وَمَنْ كَفِلْبِيَ غُنْمٌ حُزْنَ بِهِ خَيْرَ كَسْبِي وَالنَّاسُ قَالُوا وَقَالُوا كَلَامَ بُغْضٍ وَحُبِّي لَكِنَّ مِنْهُمْ أَدِيبًا وَهُوَ يَتْكَلَّمْ عَنْ نَفْسَهِ لَكِنَّ مِنْهُمْ أَدِيبًا رَبَّ اطِلَاعٍ وَلُبِّي يقول وَنَاقَشْتُ فِلْبِي فَقَالَ سِرِّي بِقَلْبِي ماذا يقصد؟ يقصد أن في بعض الناس طعنوا في إسلامه وقالوا أن إسلامه شكلي لتحقيق أغراض استعمارية وفي ناس قالوا يبع أنت أشققت عن قلبه دخل في الإسلام ما تقدر تقول والله هو أسلم كاذب ولا أسلم صادق حلو فصار في نقاش طويل فأهو الشاعر خالد الفرج ناقش عبد الله فيلبي عن قصة إسلامه فيقول يقول ناقشت فيلبي فقال سري بقلبي موضوع إسلامي بينه وبين ربي حديث حول هذا الشاعر في الحقيقة طويل موضوعات التي تناولها في شعره أروع وأعذب التي تدل على ثقافته يعني له قصائد في مدح النبي صلى الله عليه وسلم الحديث عن مثلا بعض غزواته أو عن سيرته أو في المدائح بشكل عام أو في الإسراء والمعراج تدل على تمكنه بالثقافة الإسلامية والشرعية الدقيقة حتى يتكلم عن أحداث محددة بعينها وكيف أنه ينقلها إلى قالب الشعر هذا أعذب وأعذب الله يتزاك خير أبو عبد الله وأبيات فعلا جميلة ولها عذوبة رحمة الله على الشاعر الكبير خالد الفرج الذي أمتعتنا اليوم يا أبو عبد الله بالحديث عنه وبإذن الله متشوقين يا أبو عبد الله لاختياراتك التي تنتقيها دائما بعناية ولكن في حلقات قادمة بإذن الله اشتركوا في القناة